علق تركي آل الشيف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على رفض نادي الزمالك خوض مباراة القمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز بالأراضي السعودية وقال تركي آل الشيف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل للاجتماعي فيسبك مساء الخي عوز اسأل سؤال ايه يعني الاعتذار عن شيء اساسا لم يحدث واضاف تركي الفيفا رفض لعب اي مباريات لدوري خارج القرى وتابع لذلك لم نكمل الموضوع واعتذرنا لشركه المحترمة المتحدة واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركة موجودة واغلق الملف من يومين وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد شبير عبر قناة اوين تايم سبورتس هل صورتي لازالت موجودة داخل الزمالك اتمنى لو موجودة ان يتم ازالتها الان شكرا للمشاهدة